شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا فيما يعد عقابا جماعيا للفلسطينيين الأبرياء جاء ذلك خلال استقباله السكرتير عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتارش وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل ومفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فليب لازاريني والمنصقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر ألينا بانوفا استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد أنتونيو جوتارش سكرتير عام الأمم المتحدة بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية ولواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسيد فليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وسيد إيلينا بانوفا المنصقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر صرح المستشار الدكتور أحمد فهني المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة أو من خلال الأسقاط الجوي لا سيمة لمناطق شمال القطاع وقد ثمن السيد الرئيس في هذا الصدد مواقف السكرتير العام من الأزمة الجارية وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونشاطه المستمر لحسف المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين مؤكداً ضرورة طلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في ذلك الصدد ومشدداً على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيما يعد عقاباً جماعياً للفلسطينيين الأبرياء من جانبه أعرب السكرتير العام عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار مشيداً بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحاً بشكل متواصل على مداري الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة مشيراً إلى زيارته أمس إلى المعبر ومسنياً في هذا الإطار على ملمسه من جهد مصري ضخم لقيادة وإدارة عملية إصال المساعدات إلى أهالي غزة على الرغم من العرقيل والصعوبات الشديدة التي تواجهها تلك العملية معيداً التجديد على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزعها بشكل فعل على أهالي القطاع اللقاء شهد تطابقاً في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لتساع نطاق الصراع وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينين من أراضيهم والرفض والتحذير من أية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بما لها من تبعات كارسية على الوضع المتدهوري بالفعل كما شدد السيد الرئيس والسكرتير العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله